تواصل شرطة إسرائيل أنشطتها الحازمة والصارمة للحد من العنف والجريمة في المجتمع العربي في إطار نشاط المسار الآمن الذي يقوده المفتش العام لشرطة إسرائيل المفتش كوبي شابتاي وقائد قسم التحقيقات والاستخبارات اللواء إيجال بن شلوم خلال الأسبوع الماضي أحبطنا تهريب أسلحة على الحدود الإردنية حيث ضبط أفراد الشرطة 22 مسدسا إلى جانب ضبط المئات من قطع الأسلحة غير القانونية حيث سنواصل عملنا بشكل حازم وصارم لنضمن أمن وسلامة الجميع في إطار نشاط المسار الآمن تم تحديد أكثر من 1500 هدف كمسببي الجرائم المركزيين في المجتمع العربي سوف نواصل عملنا ضدهم لكي نضمن أمن وسلامة مواطني دولة إسرائيل كافة ولكي نضمن سيادة القانون